السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة وصفات اسماء اتمنى انكم تكونوا باخر وعلى خير انتم ما كتشاهدوا الفيديو غنشارك معكم ليشوصون بدون دقيق ابيض ساهلين بطريقة سريعة في تحضير ديالهم كذلك حشوة لديدة تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير ما تبخلوش علي باللايكات ديالكم وندوز معكم مباشرا مقادر وطريقة تحضير غنحتاج 500 قرام ديال دقيق الفينو دقيق اللي كيكون اصفر وهو ساميد ناعم جدا يعني مش الرقيق اللي كيكون بحل دقيق غنحتاج شوية ديال الملحة خميرة ديال الخبز بودرة التوم ملعقة ديال السكر وشوية ديال الزعصر محكوك بالنسبة للزيت يلا بغيتوا تديروا زيت المائدة او الزيت الرومية ليكم الاختيال المهم اربع كاس ديال زيت غادي نبسس هاد المكونات مزيان مزيان حتى كنتحصل على هاد الشكل هادا ومن بعد غادي نضيف الكاس الاول ديال الحليب يكون دافي ما يكون سخون وما يكونش بارد بزاف يكون دافي غنضيف نصف كاس تاني يعني قدرت كاس في الاول حتى جمعت الخلاط من بعد ضفت نصف كاس حتى كنتحصل على العجينة اللي تكون ارطبة يعني جمعوها وغا تباليكم بحلة شوية ناشفة ولكن بقاوكا تدلكوها حتى كنتحصلوا على العجينة بهاد القوام هادا تكون ما كتلصقش في الايد ما كتكونش خفيفة بزاف كذلك ما تكونش قاسحة غنهنها بشوية ديال الزيت وغنخليها حتى كتختار مرمزيان ويتضاعف الحجم ديالها وندوز مباشرة الحشوة بالنسبة للحشوة غادي نحتاج مقلات اللي غنوضع فيها جوج بصلات يكونوا شلدين ضفت شوية ديال الملح والزيت وغادي نخلي هاد البصلة حتى غا تبدأ الدبال شوية من بعد غادي نضيف الفلافيل اللي كانت عندي هنا كونجلي كان ديجا مكونجلي ها ما مقطعة كيف ما كتشوفو ومن بعد غادي نضيف الكفتة على حسب الحجم والحسب الراغبة اللي بغايتون توم ممكن ديروا الكفتة ديال البيبي او اللي ديال الحم وكذلك الكيمية اللي بغايتو درت هنا شوية ديال كيمة كتلكم في الاول درت الملحة شوية ديال تحميرة شوية ديال البزار شوية ديال الخرقم البلدي كذلك الكامون بودرة توم الى متوفرة وشوية ديال القصبرون مع دنوس كانوا عندي حتى هما كونجلي وغادي نبدأ نخلط هاد الحشوة تدريجيا حتى كالطيب ومن بعد غا نضيف لي هاجوش فروماجات ديال صوندويش او لا تضيفوا لي هال الفروماج محكوك الاحمر او لا الموزاريلا وغادي نحاول نخلط هاد الفروماج مزيان مع الحشوة باش كتجينا مع الكوكتجينا زوينا من بعد غادي نخلي الحشوة حتى كتبرد بلا اختامرت لنا العاجين وغادي نبدأ ناخد العاجين ونشكلها فوق من سطح العمل اللي غرشه بشوية ديال الدقيق الابيض غرش هنا يا دقيق الابيض فوق العاجين وتحت العاجين وغادي نبدأ كنصرحها كلها إلا كان عندكم سطح ديال العمل كبير سرحوها دقة واحدة يعني دفعة واحدة إلا كان سطح العمل صغير راس قدرو تقسموه العجينة حتى كتشكلوه بشوية بشوية من بعد غادي نطبعها بهذا المطبع الدائري اولا شي جبانة اولا شي كاسي كون فوم دياله كبير وغادي نبدأ كندير كل دائرة كندير وص منها شوية ديال الحشوة حاولوا انكم ما تقطروش الحشوة وبالنسبة حتى للحجم ديال اللي شوصونت ومن اللي كتتحكموا فيهم إلا بغيتوهم كبار ديروا الحاجة اللي غتقطع بها تكون كبيرة بغيتوهم صغار ديروا بشغة بشغة تشكلوه تكون الفوم ديالها صغير وهنا كندير شوية ديال اللي ما في الجوانب باش كتلصق لي العجينة وحدة على وحدة وكان بدن نتكها بايد دي اولا بالفرشيطة كيف مما كتشوفو باش كتتصدليها مزيان وما كتتحلش صافي وكنحطها في صافي حدي الفورن اولا الطاوة ممكن تفرشوا لورق الزبدة او اللي ما تفرشوا ليها غير دهنوها بشوية ديال الزيت صافي وحطوهم وصفوهم في الطاوة في هاد الأثناء ارا هالفران شعلتو باش كي يسخن وهكا باش كندخل هاد المملاحات او للفطائر مرة واحدة يعني ما كنخليهمش يختمروا للمرة الثانية وتبارك الله را كي خرجوا لنا كيمية كتيرة هاد نصد كيلو ديال دقيقة را تبارك الله كي خرج كيمية كتيرة وبالنسبة للحشوة ممكن تديرو الحشوة اللي بغيتو سواء بصدر الديكرومي او لدجاج او لسوسيت او لطون يعني او لغير الخضر راها كتجي لديدة كان بقام استمر بنفس طريقة حتى كان عمر هاد الكيمية كلها وبالنسبة للعاجين اللي بقات ليه في الجوانب كان جمعها وكان حط هاكا ترتاح باللي كملت هادو وكان عاود نطلق العاجين اللي تبقات ليه من اللي كانكمل كيمية كلها كان ناخد بيضة كاملة درت البيضة كاملة انايا ما درتش غير الزافار درت معا شوية ديالصوصو جره ممكن ديرو شوية ديالحليب او لنقطة ديالخل باش كتحيلين الزافار ديالبيض وفي هاد الاثناء كما قلت لكم فرران راه كيسخن غندهنهم زيان من الجوانب ومن الفوق باش كيعطينا داك اللون دهبي يكون موحد ويكون اللون ديالهم زوين وبالنسبة لتزين من الفوق كيبقى لكم هنا لاختيار ممكن ديرو زنجلان ممكن ديرو غير هاو كم اللي تدهنهم ديرو واحد دالموس وديرو خطوط خفيفة من الفوق او اللي تديرو سانوج او اللي تديرو البعفو زنجلال الابيض اللي بغيتو انا احنا النص غادي نزينو بالزنجلال الابيض والنص غا نزينو بالزريعة ديال القرعة ممكن تكسافيو بمغير هاكوك راه كيجيو اللون ديالهم من الفوق زوين كيف ما كتشوفو زرية ديال القرعة غادي نزينو بها من الفوق كانت متوفرة عندي صافيو كنحطها هاكو على شكل حبيبات وكندخلهم الفران راه دغية دغية كي طيبو كنا ندخلهم حتى كي طيبو من تحت كنشعل عليهم من الفوق يتحمرو طيبتهم في الفران ديال الغاز الى دا كان عندكم فران ديال الضو فيه الفوق والتحت ممكن انكم تشعلو عليهم من فوق والتحت تخدمو المرواحة صافيو تخليوهم حتى كيتدهب اللون ديالهم ويتحمرو كيجيو اغزالين صافي هنا كملتهم كيف ما كتشوفو كيجيو زوينين شكل ديالهم ودرتهم انا متوسطين مكبر مصغر متوسطين وشوفو اللون ديالهم كيف الجو غزالين شه هو منهم وبالنسبة لهد العجينة بيدون دقيقة ابيض بالفينو كتجي غزالة وكتجي العجينة قطنية ومع الجو ارقاقين كيف ما كتشوفوه ما جوش نهائيا اغلادين ومعجنين من الداخل كيجيو زوينين في الصراحة غير سدوهم زيان باش ما كيتحلوش لكم وهذا هو الشكل ديالهم كيجيو رائعين في كوجبة ديال عاشاء او اللا في القوت تتحضروهم او اللا في عياد الميلاد وكذلك في رمضان كذلك في الخارجات ديالكم كيجيو غزالين شهوة منهم على شكل صوند ويتشات صغيرين يعني كيجيو في الخارجات رائعين بزاف بزاف وكيحمقوا عليهم لوليدات كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم كانت من هنا لإعجاب ديالكم الى عجباتكم الوصفة بارتاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ما سبخلوش علي باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم والبارتاجيال فيديو شكرا على المشاهدة الى فيديو قادم والى وصفة قادمة باذن الله